ارتفع إجمالي رأس مال وحدياطات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 35 مليار و 200 مليون درهم أو ما مقداره 18% ليصل إلى 430 مليار و 700 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 395 مليار و 500 مليون درهم نهاية الربع الأول من 2022 ذكر مصرف الإمارات المركزي في تغريره الشهري أن رأس مال واحتياطات البنوك زاد على أساس لربع سنوي بنحو نصف في المئة وما يعادل مليارين و 100 مليون درهم مقابل 428 مليار و 600 مليون درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي وبحسب المركزي استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86% من إجمالي رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة